في هذا الفيديو سوف نقوم بعمل مراجعة لأصغر غطاصة أو مداخل الماء حيث سأشارك معكم طريقة التركيب ثم طريقة الاستخدام ومجموعة من المعلومات الأخرى كما تلاحظون هذا هو شكل وحجم المداخل أو الغطاصة الماء أو البومب كما تلاحظون نقوم بفتح هذه الكارتونة بعد ذلك نقوم بإخراج هتير مداخل غطصة ثم نقوم بإخراج كابل الكهرباء وهذا الرأس الذي يقوم بتركيب في الأنبوب نقوم بفتح هذه الأسلاك التي تكون في كابل الكهرباء نزيل هذا الغلاف كما تلاحظون هذا هو شكلها وحجمها فهي بطاعة الحال فهي جديدة مداخل غطاصة من نوع مارك إيطالي وبحجم 0.5 أشبي يعني 0.5 حصان أو نصف حصان فهي ضعيفة نوع الماء لكنها توفي بالغرض نقوم بتركيب هذا الأنبوب مع رأس مداخل الماء بإحضار قابس كهربائي ونجرب تشغيلها كما تلاحظون فيتحركت يعني أنها شغالة بشكل جيد مرة أخرى نقوم بإزالة هذا الأنبوب الذي يلتسقه في رأس المداخل ثم نقوم بإحضار أنبوب بلاستيكي يأتي مناسب مع هذا الأنبوب المعدني للمداخل نقوم بتسخين هذا الأنبوب المعدني بواسطة موقع النار نقوم بإدخال هذا الأنبوب المعدني وسط هذا الأنبوب البلاستيكي بهذا الشكل ثم نقوم بالضغط عليه حتى يبرد بذلك الشكل بعدما يبرد نقوم بإزالته نحضر سلك المعديني بهذا الشكل وبهذا الحجم نقوم بطئ بهذه الطريقة بعد ذلك نقوم بادخاله في هذه الرؤوس الخاصة بمداخها لكي نقوم بتعليقها ثم نقوم بطئ هذا الاسلك بهذا الشكل وستج ملقات او ايادات قوية هذي الجيهة الاخرى بتابعها نقوم بعمل عقدة في وسط هذه العلاقة التي قمنا بسناعةجها نقوم بتركيب الأنبوب المعديني مع المداخة مرة اخرى ثم نقوم بادخال هذا الأنبوب البلاستيكي فوقها بهذا الشكل ثم نقوم بإهدار ملقة والسلك كون قوينة عن الماء ثم نقوم بعمل ربطة أو ربطتين على الأنبوب بلاستيكي لكي نقوم بإحكامه جيدا بهذا الشكل والآن هذا هو الشكل النهائي لهذه المدخة بعدما قمنا بتركيب جميع الوازن من خاصة بها الآن نقوم بتجربتها إذن سوف نجرب مدخة الماء والغطاسة هذه وسط بركة الماء هذه كما تلاحظون نقوم بإدخال القابس مباشرة أو البريز مع الكهرباء ثم كما تلاحظون فالمدخة أصبحت تخرج الماء بشكل جيد والآن سوف نجرب هذه المدخة في إخراج لنا الماء من هذا البئر ولكي ننزل هذه المدخة أو الغطاسة في هذا البئر بشكل ناجح نقوم بمسك الأنبوب البلاستيكي والكيبل أو الخيط البلاستيكي كذلك يعني نقوم بإفلاتهما على مهل خطوة خطوة حتى تنزل هذه المدخة بشكل كامل نحو الأسفل عندما نلاحظ أن المدخة وصلت إلى قاع البئر بشكل كامل نقوم برفعها قليلا تقريبا حوالي متر واحد ثم نقوم بربط ذلك الخيط الذي يحمل هذه المدخة مع أدات قوية وتابتة نفس الشيء نقوم بتطبيقه مع السلك الكهربائي والآن نقوم بتركيب القابس مع الكهرباء والآن بعدما قمنا بتشغيلها النتيجة كما ترونها فهي تخرج الماء بشكل جيد من الأنبوب البلاستيكي يعني نوع الماء فهو ضعيف نوعا ما ليس بذلك القوة لأن هذا النوع من غطسة الماء أو مدخات الماء الغاطسة فهو تقريبا يعد من أصغر نوع لأن لديه نصف حصان أو 0.5 حصان فهو تقريبا يعتبر من أضعف المدخات يعني فهي مدخة تافي بالغرض كذلك يجب أن تعلموا أن هذه النوع من المدخات فيتشتغل مع القابس 120 عادي بدون أي مشاكل فهذه المدخة كذلك فيتصلح للأشياء البسيطة ليست للأعمال الشاقة فقط لاستعمالة منزلية مثلا الاستحمام أو الغسيل أو ملء يعني حوض صغير نوعا ما لكن بالنسبة للسقي والأعمال الشاقة فهذه المدخة هي غير صالحة كذلك يجب أن تعلموا أن هذا النوع من المدخات فهو رديء في الصنع نوعا ما فهي لا تشتغل مدة طويلة فقط تشتغل معك لو طالت عمرها سوف تشتغل معك لمدة سنة وثم سوف تحترق لأن الصنع الذي تصنع به فهو رديء نوعا ما المهم كانت هذه التجربة حول هذه المدخة وأردت أن أشاركها معكم أرجو إن أعجبكم الفيديو أن تدعمونا بعمل إعجاب اشتركوا في القناة تفعيل الجرس ستوصلوا دائما بحثة تخشيرات والبشكارات وإذا وجدتم أي مشكل أو أي شيء فأضعوا لي في التعليقات سوف أعجبكم بطابع الحال إلى اللقاء نلتقم في الفيديو القادم إن شاء الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر